أهلا ومرحبا بكم محبي مسلسل يجيب الله مطر الحلقة الأولى ملخصة وأهم أحداثها ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد بداية تحكي قصة المسلسل عن رجل اسمه نوح لديه سوابق ومسجون منذ أحوام ولا أحد يذهب ويزوره ولا يعرف عنهم شيء وعن نجمة هي أمرأة بخيلة ولديها بقالية تخرج منها ولديها ابن اسمه أيمن طالب جامعة ووضعه سيء وعن سيف زوجة ابنتهم عهد وتكون زوجة سيف عصبية وتحب التحكم بزوجها سيف وسيف يلبي لها جميع مطلباتها عهد ابنت سيف ترى خلافات والدها وتذهب إلى والدتها وتخبرها أنها رأت أبوها يحكي مع أمرأة جميلة وعملت هذا لكي تقربهم من بعضهم زوجة سيف تغضب كثيرا وتتشاجر مع سيف وتحبسه في الحمام وتذهب إلى عملها نوح يخرج من السجن ولا يعرف إلى أين يذهب ثم يجد شاء في سيارته ويخرج معه ليوصله إلى مكان ما وعن ممثلة اسمها سماء وخطيبها مشعل وتجد بعض الخلافات مع بعضهما بسبب وضع مشعل لأن وضع ليس جيد كثيرا وفقيرا إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو والآن ندعكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته